هلو فرانز النا هده هناخد الفرق بين الستاندرد فورم and expanded form of numbers يلا بينا نبتدي الحلقة الستاندرد فورم is the normal way of writing number هو كتابة الرقم بطريقته العادية اللي احنا عارفينها زي الرقم ده 567 ده مكتوب in a standard form طريقة البسيطة العادية اللي احنا عارفينها اما expanded form is adding up numbers to form larger numbers or ممكن نقول عليه addition form expanded form بيتحط in addition form عشان ما تنسوش زي المثال السابق كان 567 لما نيجي نكتبه in expanded form بنكتبه متفسص اليونت الوحدها 385 عايزني احط الرقم 385 اللي هو in standard form in expanded form اول حاجة هعملها باجي فوق الرقم اللي هو مديهوني واكتب الخانات بتاعتي لو تفتكروا اللي هي اليونت 10s 100s ببتدي من اليمين اكتب اليونت بعديل 10s بعديل 100s وبكده 385 will be equal to خانت الهندرد فيها 3 حتبها 300 plus خانت التنس فيها 8 حتبها 80 plus 5 اكزامبل 2 رأيت in expanded form the standard number 6815 عايزين نكتبو in expanded form هنيجي نكتب فوق الرقم اللي هو مديهوني الخانات بتاعتي أسماء الأماكن يونت 10 100 and 1000 في ذات من إيد اليمين كتبت اليونت 10 100 and 1000 therefore 6815 will be 6000 plus 800 plus 10 plus 5 طيب افريدي عملي العكس اداني number in expanded form وعايزو in standard form هامل ايه هو هنا في الاجزامبل ده مديني 800 plus 90 plus 7 الرقم متفصص وعايزو in standard form متجمع بيجي على جنب في الدرافت بتاعي وهكتب الخانات بتاعتي units 10 100 كتبت الأسماء الخانات units 10 100 اجي ابص على الفورم بتاعتي expanded form طب هبتدي من اليمين 7 7D تتحط في خانة اليونت ايه هكتب 7 تحت اليونت تاني رقم هو 90 90 ده في خانة التنز يبقى هكتبه تحت حرف T بتاع خانة التنز 9 واخر حاجة 800 800 دي هكتبها تحت خانة الهندرد 8 يبقى ايه الstandard form of 800 plus 90 plus 7 is 897 ناخد مثال اصعب وعشان نسبت المعلومة وننأكدها في المثال ده كتب لي انه هو عايز standard form of this expanded form 5000 plus 30 plus 5 من اول نظرة هاخد بالي ان الهندرد مش موجودة ما فيش اي مشاكل don't be hesitated ما تتوترش هنروح نعمل الخطوات بتاعتنا وهتلاقي ان الموضوع سهل جدا هنيجي هنيجي في draft على جنب وهنكتب اسماء الخانات بتاعتي وابتدي من ايدي اليمين units tens hundreds and thousands حتى لو انه هندرد مش موجودة هكتبها بارتو ان ده تسلسل الطبيعي بتاع places units tens hundreds thousands اوكي ابتدي باول رقم five five ده هيتحط في خانة units الرقم اللي بعدي 30 يبقى ده هيتحط في خانة tens وهكتب three hundreds ما عنديش hundreds يبقى هاجي في خانة الهندرد واكتب zero واخر الرقم هو five thousands هاجي في خانة thousands وهكتب five and here we go حصل على ال standard form of this expanded form five thousand plus thirty plus five will be equal five thousand thirty five okay that's all for now see you in my next video bye bye you